اشتركوا في القناة والأولى هي التسلسل ونقصد بالتسلسل أي وجود أشياء لا نهاية لها مرة واحدة يعني لو قلنا مثلا إن الزمان أزلي فنعني أنه بلا بداية أي أن عدد الأيام في الماضي بدون نهاية في جهة الماضي فكل يوم قبله يوم وقبله يوم وقبله يوم وهكذا من غير بداية أو من غير نهاية في جهة الماضي والتسلسل أو فكرة وجود أشياء لا نهائية هي فكرة مستحيلة لأسباب منطقية كثيرة منها أولا نحن نعلم أن العدد هو كم يزيد إذا أضفنا له وينقص إذا أخذنا منه وإذا قلنا مثلا مال نهاية زائد واحد فإن الناتج إما أن يكون شيئا أكثر من المال نهاية أو مساويا لها أو أقل منها واحتمال أن يكون الناتج أقل من المال نهاية مستحيل لأننا نتكلم هنا عن جمع أي إضافة فصار الكلام هنا هذه إضافة ولكنها لا تضيف وهذا تناقض مستحيل وإذا كان الجواب مساويا للمال نهاية فأين ذهبت قيمة الواحد إن معنى هذا الجواب أن الواحد ليس ذا قيمة أي صفر ولكن الواحد لا يساوي صفر إذن هذا الخيار سيجعل الواحد يساوي صفر وهذا مستحيل كما هو معلوم فلم يبقى إلى الخيار الأخير وهو أن الناتج أكبر من المال نهاية ولكن هذا الاحتمال مستحيل كذلك لأنه لا يمكن أن يوجد شيء أكبر من المال نهاية فصار معنى الكلام هنا هناك شيء أكبر من الذي لا ينتهي ومعنى قولنا أكبر منه أي إنه أصبح شيئا ذا نهاية حتى يصبح الآخر أكبر منه وهذا كلام كما هو واضح عبارة عن تناقضات وتخليطات ولكن إذا كانت جميع الاحتمالات تنتج لنا تناقضات فأين المشكلة؟ ليست المشكلة في الواحد لأنه كمية أو عدد وليست المشكلة في الجمع لأنه معنى صحيح يعبر عن إضافة فتكون المشكلة هنا في افتراض وجود عدد لا نهائي وعليه فإن هذه المعادلة البسيطة تدلنا على استحالة وجود كمية أو عدد لا نهائي إذن يستحيل وجود شيء لا نهائي ثانيا إن كلامنا في الأعلى مبني على قبول الزيادة والنقصان يعني أن كل شيء يقبل الزيادة أو النقصان فهو كمية محدودة ذات نهاية ومعلوم أن الزمان يزيد في كل يوم إذن فالزمان كمية نهائية إذن له بداية ثالثا إننا لو تخيلنا أن عدد الأيام لا نهائي في الماضي فإن يومنا هذا الذي نحن فيه لن يأتي إلا قبل أن تنتهي الأيام التي قبله كما هو معلوم ولكن الأيام التي قبله ذات عدد لا نهائي فصار يومنا هذا لا يأتي إلا بعد أن تنتهي الأيام غير النهائية التي قبله ولكن انتهاء ما لا ينتهي مستحيل كيف ينتهي الذي لا ينتهي إذن لا يمكن أن يأتي يومنا هذا مطلقا لأنه يعتمد على تحقق أمر مستحيل ولكنه أتى ونحن نعيشه الآن إذن عدد الأيام في الماضي قبلنا هو عدد محدود مهما كان كبيرا أو كثيرا وهنا قد يقول إنسان ولكن الأعداد في الرياضيات لا نهائية وأنتم تقولون إن الله لا نهائي وتقولون كذلك إن وجودنا في الجنة أو النار سيكون بلا نهاية فهذه أشياء لا نهائية وهي موجودة فكيف يصح كلامكم هنا؟ فنقول جوابا عن هذا الكلام أما قولكم إن الأعداد لا نهائي في الرياضيات فإن هذا ما نسميه حكم الوهم بمعنى أن الوهم يتوهم وجود زيادة فوق كل عدد حتى يتوهم وجود عدد لا نهائي ولكن هذا لا يعني وجود كمية لا نهائية أقصد لا يوجد عدد يسمى لا نهاية أو عدد كميته لا نهائية لأن مجرد قولنا عدد أي كمية ثابتة يمكن الإشارة إليها وارجع في الأعلى إلى المعادلة البسيطة التي شرحناها لتعلم أن قولنا لا نهائية ليست شيئا حقيقي يمكن أن يوجد أصلا وإلا وقعنا في تناقضات ومفارقات رياضية منطقية مستحيلة وإذا قلتم إن هناك قيم لا نهائية فيجب عليكم أن تقبلوا تلك التناقضات التي سردناها أو أن تقولوا إنه لا يوجد كمية أو عدد لا نهائي وإن تصورنا بوجود عدد لا نهائي هو حكم من أحكام الوهم فقط ثم إن مجرد قولك عدد يناقض قولك لا نهائي لأن العدد كمية يمكن تعيينها يعني أنها ثابتة يعني نستطيع أن نميزها عن غيرها من الكميات فلو قلنا العدد أربعة مثلا فإننا نستطيع أن نميزه عن العدد ثلاثة ونقول هو أيضا كم ثابت يمكن أن ينطبق على شيء ما فنقول مثلا أربع تفاحات ولكن قولنا لا نهائي ليس كمية ثابتة يعني لا يمكن أن ينطبق على شيء ثابت إذن ليست المالا نهائي عدد وأما مسألة أن الله لا نهائي فنقول إن الله عز وجل لا يجوز أن يوصف بأنه نهائي ولا يجوز أن يوصف بأنه لا نهائي أيضا لأن كلمة نهاية أو لا نهاية له يقصد بها تحديد كمية والكمية تقع على الأجسام أو الخطوط أو الأسطح أو الزمان أو المكان أو الأعداد أو الأقوال أقصد هذه هي الأشياء التي تقبل العدد أو الكمية ولا يوجد غيرها شيء يمكن أن يقبل الكمية وهذه الأشياء التي تقبل الكمية يصح أن نعدها أو نحدد لها كمية أو نوقع عليها العدد فنقول مثلا خط طوله عشرون مترا أو جسم حجمه كذا أو زمان قدره مئة يوم مثلا أو مكان يبلغ حجمه كذا أو كلمات عددها كذا أو أعداد عددها كذا ولكن الله ليس جسما ولا عددا ولا مكانا ولا زمانا ولا خطا ولا سطحا ولا قولا وعليه فإن هذا الوصف غلط أصلا لا يجوز بحق الله سبحانه وتعالى والأمر هنا مثلا نقول هل الله جائع أم شبعان هنا الأمر واضح فنقول من الواضح إن هذه الأوصاف غلط لأنه لا يصح أن تنطبق على الخالق سبحانه أصلا فنقول الله سبحانه ليس جائعا ولا شبعانا أصلا لأن هذه أوصاف لا يصح أن يوصف بها وكذلك الأمر في قولهم نهائي أم لا نهائي وأما أن وجودنا في الجنة والنار سيكون بلا نهاية فنقول إن وجودنا في الجنة والنار لا ينتهي نعم ولكن هذا لا يعني أن هناك كمية لا نهائية موجودة كاملة دفعة واحدة وهذا هو الذي نعارض وجوده بمعنى أننا عندما قلنا إن الزمان في الماضي موجود بدون بداية فإن هذا يعني أن هناك أمرا لا نهائيا موجودا دفعة واحدة وهذا هو المستحيل وأما وجودنا في الجنة فذو نهاية في كل مرة ولكن الله في كل مرة يمدد وجودنا فيها وهكذا بدون توقف وقولنا بدون توقف عائد على فعل الله عز وجل يعني أن الله يفعل هذا الأمر باستمرار وليس عائدا على زمان وجودنا في الجنة فنقول مثلا وجودنا فيها لا نهائي دفعة واحدة فكر بالأمر هكذا تخيل أن المال نهاية قطعة واحدة هكذا شكلها الآن إذا قلنا زمان أزلي فإن هذا يعني أن المال نهاية متحققة موجودة يعني إن هذه القطعة موجودة فعلا دفعة واحدة أما إذا قلنا إننا موجودون الآن في الجنة فإن زمان وجودنا في هذا نهاية لأن نهاية الزمان هو في كل لحظة الآن هذه اللحظة نهاية للزمان الماضي ثم اللحظة التي بعدها نهاية أخرى ثم التي بعدها نهاية أخرى وهكذا في كل مرة يتمدد الزمان فتكون كل لحظة نهاية لما قبلها وهنا إن قال إنسان إذن فعل الله لا نهاية له قلنا إن المستقبل أمر غير موجود الآن ومدام غير موجود فلا يصح أن أطبق عليه العدد لأن العدد لا يقع على شيء غير موجود بل يقع على شيء موجود أو سبق له أن وجد ولكن قد نعد الزمان بالتقدير فنقول إن الأمر سيتم بعد مائة عام نقصد إذا استمر الزمان ولا نقصد أن نعد المعدوم أما قولكم فعل الله فهو تدخل وتفكير في شيء يتعلق بالله وهذا أمر لا يجوز لأن البرهان قد صح أن الله مختلف عننا من كل وجه فلا يجوز أن نقارن فعلنا بفعله لأن أفعالنا الزمانية وأفعاله لا علاقة لها بالزمان أصلا وعليه فإن هذا السؤال قائم على افتراض أن أفعال الله مثل أفعالنا وهذا باطل لا يصح من ناحية منطقية فنقول إن الله يفعل ولا نعلم كيف وفي كل الأحوال فإن وصف نهائي أو لا نهائي لا ينطبق على أفعاله سبحانه إلا إذا ارتبطت بالزمان ولكن الله لا تنطبق عليه قوانين الزمان أصلا إذن لا يجوز عقلا أن نصف أفعال الله بأنها ذات نهاية أو ليست ذات نهاية أما الدور فهو أن يعتمد الشيء على أمر آخر في وجوده وذلك الأمر الآخر معتمد في وجوده على هذا الشيء بنفس الوقت وهذا تناقض مستحيل ونضرب على هذا أمثلة حتى يتضح لو قلنا مثلا الدجاجة جاءت من البيضة والبيضة جاءت من الدجاجة هنا نقول إن اعتماد الدجاجة هو على البيضة في وجودها ولكن البيضة معتمدة على الدجاجة في وجودها أيضا بنفس الوقت ولهذا نقول إن هذا دور باطل مستحيل إذن لا بد أن يكون أحدهما وجد قبل الآخر إما الدجاجة أو البيضة مثال آخر لو قلنا لا وظيفة بدون خبرة ولا خبرة بدون وظيفة فأنا هنا حتى أحصل على الوظيفة فيجب أن أكون ممتلكا للخبرة أولا ولكن امتلاك الخبرة معتمد على حصول على الوظيفة أولا ولكن الوظيفة تشترط الخبرة والخبرة لا تأتي إلا بالوظيفة وهكذا في دوامة دورية لهذا نقول لا بد أن تأتي أولا وظيفة بدون خبرة حتى نكسر حالة الدور هذه مثال آخر لو تخيلنا وجود باب مغلق وليس له إلا مفتاح واحد ليفتحه وكان المفتاح موجودا داخل تلك الغرفة ونحن في الخارج فهل يمكن لنا أن نحصل على المفتاح أصلا لا يمكن لأننا قلنا أن الباب لا يفتح إلا بذلك المفتاح وذلك المفتاح في الداخل إذن لن ينفتح الباب أصلا كيف أصل إلى المفتاح الوحيد لهذا الباب وبينما هذا الباب لا يفتح إلا بذلك المفتاح فقط هنا نقول هذا دور مستحيل والتسلسل والدور فكرتان يتوجب فهمهما لأنهما يؤديان إلى تناقض وكل ما أدى إلى تناقض فهو مستحيل إذن التسلسل والدور أمران مستحيلا أعد التفكير فيهما ولا تتردد بالسؤال عنهما في قسم التعليقات بالأسفل شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمتابعة